السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أصدقائي على قناتكم لتعلم اللغة الفرنسية إليكم جواب الدرس السابق أما بالنسبة لدرس اليوم أصدقائي سوف نتعرف على الصفات الأكثر استعمالا في اللغة الفرنسية وكذلك طريقة استعمالها حتى لا أطيل عليكم لنبدأ أفاغ أفاغ تعني بخيل أفاغ إذن إذا أردت أن أقول إنه ليس بخيل لكنه مقتصد كيف أعبر عن هذه الجملة؟ الآن إذا أردت أن أقول نادا مقتصدة للغاية أو مقتصدة كثيراً فهي تشتري فقط ما هو ضروري كيف نعبر عن هذه الجملة؟ بخيل هي الكريم يعني السخي بالفرنسية نقول بالنسبة للمؤنت نقول جنيروز جنيروز الآن إذا أردت أن أقول إنه كريم جداً أعطى وجبته لشخص كان جائعاً بالفرنسية نقول إنه كريم جداً أعطى وجبته لشخص كان جائعاً حاول أن تردد معي يا عزيز المشاهد بصوت مرتفع الآن إذا أردت أن أقول أنا أستطيع فقط أن أقول إنه تأثر عندما تحدث عنك جملة طويلة خود واقسك في التفكير نعم فاصيل 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 يعني سهل فاصيل الآن إذا أردت أن أقول من السهل تعلم اللغة الفرنسية نعم, c'est facile d'apprendre le français فابل يعني ضعيف هذه الصفة تستعمل أيضا للمؤنث أي لا يقع عليها أي تغيير إذا أردت أن أقول أنا أشعر بضعف شديد نعم, je me sens très faible je me sens très faible fière fière يعني فخور fière الآن إذا أردت أن أقول هي فخورة بابنها نعم, elle est fière de son fils elle est fière de son fils elle est fière de son fils فخورة 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 يعني بارد فخورة بالنسبة لمؤنث نقول فخواد الآن إذا أردت أن أقول هذا الطبق بارد هل يمكنك إعادة تسخيني من فضلك نعم نعم ce plat est froid tu peux le réchauffer s'il te plaît ce plat est froid tu peux le réchauffer s'il te plaît ce plat est froid tu peux le réchauffer s'il te plaît furieux furieux يعني غاضب furieux بالنسبة للمؤنث نقول furieuse furieuse الآن إذا أردت أن أقول لقد كان غاضبا عندما أبلغته بالخبر يمكنك إعادة تسخيني من فضلك يمكنك إعادة تسخيني من فضلك Oui, très bien géno 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 يعني محرج أو مزعج géno الآن إذا أردت أن أقول من المحرج إخباره بالحقيقة نعم C'est gênant de lui dire la vérité C'est gênant de lui dire la vérité C'est gênant de lui dire la vérité جانتي جانتي يعني لطيف أو طيب جانتي كُل لطيفا معها نعم نعم became c'est gênant de lui dire la vérité c'est gênant de lui dire la vérité heureux heureux يعني سعيد heureux بالنسبة للمؤنة نقول heureux الآن إذا أردت أن أقول لو كنت فقط أستطيع أن أجعله سعيدا نعم أتروى تعني ضيق وكذلك لها معنى آخر يعني وثيق شيء موطد يعني علاقة وطيدة أتروى بنسبة المؤند نقول أتروى سأعطيكم مثالين هذا الطريق ضيق جدا نعم ستغوت أتخيز أتخوات ستغوت أتخيز أتخوات ستغوت أتخيز أتخوات ستغوت أتخوات واتيق بالجيران ستغوت أتخوات أتخوات أتخوة وفي المثال الثاني كان المعنى وثيق الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التمييز وسؤال يوم يقول يجب أن تكون سعيدا من أجلهم كيف نعبر عن هذه الجملة أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم إلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم